اكدت دكتورة الشيخ رانا بنت عيسى بن دعيجة الخليفة وكيل وزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص خلال الدورة التنفيذية التي تنظمها اكاديمية محمد بن بارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية اكدت ان مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتت نموذجا يحتذا به في صون وحماية حقوق الانسان والسعي الدائم نحو تعزيزها كما تعمل دوما على تحقيق افضل الانجازات والممارسات في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص واضافت وكيل وزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص في محاضرة القتها يوم امس ان البحرين تلتزم بالمعايير العالمية في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص من خلال العمل الحثيث والتنسيق المشترك بين المؤسسات والجهات المعنية في المملكة اتبني المبادرات والبرامج الفعالة لمكافحة هذه الافة والاهتمام بتوعية المواطنين والمقيمين والعمال الاجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالاشخاص وحقوقهم واكدت الدكتورة شيخ رانا بنت عيسى حرص المملكة على الانضمام الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الانسان وتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية الامنية والقضائية والتعاون مع المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية ومكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وغيرها اشتركوا في القناة